وللاقتراب أكثر من هذا المهرجان الاحتفالي ينضم إلينا من منطقة طبربور في العاصمة عمان مراسلنا اسماعيل السلاوي اسماعيل أهلا بك احتشد المئات في مهرجان دعم المقاومة وتحدثت شخصيات أردنية وفلسطينية عن ضرورة دعم الفلسطينيين في مقاومتهم للعدوان والاحتلال اسماعيل ما هي أبرز الأحزاب الأردنية التي شاركت في هذا المهرجان وما أبرز ما جاء في كلمات المتحدثين لنا نعم من أبرز الأحزاب نستطيع أن نقول حزب الشاركة والإنقاذ حزب المستقبل الأردني حزب الحياة الأردني والتيار الديمقراطي التقدمي الأردني والحزب الأبرز هو حزب جبهة العمل الإسلامي والذي نجح بحجد مؤازريه ومناصريه نستطيع أن نقول هذا المهرجان في منطقة طبربور يعني ربما لم تشهد عمان مثله منذ سنوات بسبب الجائحة كانت هناك كلمات لكل الأحزاب ممثلة بأمنائهم العامين واتصالين خارجين مع شخصيتين مهمتين الاتصال الأول كان مع دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية والاتصال الأبرز كان مع كما جاء قبل قليل مع الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج بدأ خالد مشعل ومع حفظي الألقاب بدأ طبعا كلمته التي استمرت لأكثر من ربع ساعة الساعة بالشكر والعرفان للأردن قيادة وشعبا وكرر أكثر من مرة خلال هذه الكلمة بأن أي تقدم للشعب الفلسطيني أي اشتبات للشعب الفلسطيني مع العدو الصهيوني لن يكون بمعزل عن الشعب الأردني الذي وصفهما بالشعب الجغرافي الواحد والمصير الواحد كما أكد على أن هذه الحركات الشعبية في الأردن أو على المستويين العربي والدولي غير من رأي النظام العالمي في العدوان الصهيوني وكما قال بأنه ممكن أن تقدم الجرائم التي ارتكبتها آلة العدوان الصهيوني للمحاكم الدولية وأيضا هذا الحراك الشعبي سواء على الأرض وعلى موقع التواصل الاجتماعي اليوم جلب تضامنا عالميا غير مسبوق مع الفلسطينيين خاصة في غزة وفي حياء الشيخ جراح والسلوان في القدس المحتلة الحيين المهددين بالتغيير الديمغرافي والتهجير القصري فمع بدء هذا المهرجان الذي بدأ عند الساعة الخامسة في طبربور كان تزامن أيضا مهرجانا آخرا في جنوب العاصم عمان في منطقة خريب السوق أيضا المهرجان داعما للمقاومة استمر هذا المهرجان لبدة ثلاث ساعات والحشود كبيرة كانت والكل كان يدعم المقاومة ويدعم صمود الشعب الفلسطيني لنا نعم اتضحت الصورة شكرا لك اسماعيل سلاوي كنت معنا من منطقة طبربور في عمان